واخيرا واخيرا انا سويت اختراعي المجنون اختراعي الفريد من نوعه انا هو المخترع المجنون انا بستخبئ بين الاشجار عشان احمد البطل ما يمسكني واذا هو مخبأ السري مثل ما انتو شايفين هذا المخبأ مليء باجهزة الحاسوب مثل ما انتو شايفين اجهزة حاسوب في كل مكان وانا صنعت هذا الحاسوب اللي موجود قدامي عيونكو هذا هذا الجهاز رح يغير العالم تغيير كامل مثل ما انتو شايفين هذا هو الاختراع انا الان رح ارمي هاي اجرات على جهاز الحاسوب اللي موجود هون عشان احاوله الى حاسوب شرير كليا ثلاثة ثمان واحد هيا بنا يلا 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 متل ما انتو شايفين الان هذا الجهاز الحاسوب رح يتحول الى حملاق وشرير سامعين بلش طلع الصوت جهاز الحاسوب انا هو الجهاز الحاسوب الشرير مثل ما انتو شايفين انا رح اغير العالم تغيير ورح اخل العالم بالكامل يعرف مين هو انا انا مش رح اخذل الصانع تبعي المخترع تبعي انا رح ادمر الشخص الوحيد اللي جميع الاشرار بكرهو وانتو عرفتو اللي هو احمد البطل بطل الابطال اللي ما بيخاف من اي شرير انا ما بعرف كيف ما بيخاف من اي شرير ضرور احمد سوسي انا اجيت عشان ادمرهم تدمير وانا رح افرجكم كيف انا قد كلامي اوه يا سلام يا سلام احمد البطل الان رح يطلع ورح يشوف مين الكوكب اللي بيجواره هيا بنا يا سلام يا سلام ومرحب يا أحمد البطل الحاسوب الشرير نعم نعم الحاسوب الشرير أنا مثل ما وعدت المخترع تبعي أنا رح أدمرك تدمير شو بتحكي إنت شو بتحكي إنت مفكر حالك قوي من شكلك ما بتعرفني أنا لما أدي بفريقي وكل ياتهم يجتمعوا عليك ما بتعرف شو اللي رح يصير شو اللي رح يصير خبرني طيب أنا الآن رح أدخل داخل الكوكب ورح أنادي سوسي وزعرور يا سلام يا مخترعي شوف مين جاي يا سلام يا سلام إيش رائع جدا جدا هذا هو كوكب الحاسوب الشرير أكيد أكيد إحنا مبرمجين خطيرين مرعبين قاتلين وإحنا اليوم بدنا ندمر الشخص اللي اسمه إيش أحمد البطي مية بالمية أنا الآن رح أختفي اختفاء كامل من بعد واحد إثنان ثلاثة اختفوا ورا على المختبر السري انا الان رح افرجيكو شو رح اسوي رح ادمرك يا احمد البطل تدمير شكلك ما بتعرف مين اللي قادم زعرور سوسي تعالوا معاي انفجار انفجار كل واحد اخذ موقعه سوسي اخذت موقعها زعرور اخذ موقعه انا جاهز انا جاهز يلا بعد العد ثلاثة اثنان واحد اطلقوا يلا 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 انتظروا انتظروا كيف كيف مش عارف كيف مش رادي يدمر الكوكب تبعهم يا بابا انا بعرف لازم يصير اشي افضل من ايك وانا كمان ايك بعرف سكروا الحاسوب الشرير بالكامل متى المهم تشايفينه لكنه الاسلحة تبعتنا مش رادة تجاوب مع هذا الحاسوب اتلا الله وجالسين احنا منطلق على هذا الجهاز مش قادرين نتسوي اي اشي نعم نعمه خلينا ارجع مثليك واطلق مثليك كيف كيف اجهزتنا واصلحتنا كيف ايك صارت ما بتدمج بالمرة بالمرة وما بت يعني ما بتضرب اي شكل من الاشكال في هذا الحاسوب خلينا اجرب اطلقه مثل ما انت شايفين هذا الحاسوب حاسوب قوي جدا جدا يا اما هم سووا اشياء ثانية احنا ما بنعرفها يا باب ولا قادر اكسر بلوكة من بلوكات هذا الكوكب يعني اشي خطير نعم نعم يعني احنا الان لازم نروح نسأل المختصين والمبرمجين اللي موجودين في كوكبنا احنا ومع رئيس المراقبين هيا بينا تعالوا معاي بسرعة اوه هين احنا وصلنا على قسم المراقبين وقسم المبرمجين والان بدنا نشوف شو العطل بالاسلحة تبعتنا يا الله يا باب خلينا ننزل هيا بي شو اللي صاير هون شو اللي صاير هون هون و هون و هون يا باب حتى عجال ثانية نام في عطل كبير شكلو يا ويلي انا لازم ان اروح عند غرفة رئيس المراقبين واسألوا عن السبب هذا اللي جالس بحصل حاليا في اشي جالس بحصل انا ما بديه بالمرة بالمرة يا باب يا باب يلا خلينا احنا نروح نشوفه بسرعة يلا يلا تعال تعال معاي غرفة رئيس المراقبين يا احمد مشكلة كبيرة جدا جدا هناك مشكلة كبيرة زعرور هناك مشكلة سوسي هناك مشكلة هيي باعرف لكن شو اللي صاير بشاشات الموظفين ومراقبين الثانيين وليش شاشاتك كل ياتها مسكر مثل هيك الشاشات تبعتي مغلقة لانه فيه هاكر او فيه يعني بداخل هذول الاجهزة اشياء خطيرة خليني اده اجرب افتح هاي الشاشة نعم جرب او يا ويلي هاكر مثل ما اقول تلكو يا ويلي اطلعوا اطلعوا والله فيه هاكرات فيه هاكرات كله بسبب الحاسوب الشرير اللي موجود بدوار الكوكب تبعنا طيب شو لازم تسوي انت اروح دمره بالسلاح تبعاك جربنا لكن سلاحي ما بيسوي اي اشي سلاحي ما بيضر هذاك الكوكب نيائينا نعم شو بدنا نسوي يا بابا انا الان رح احلها بمفردي انا بخاف عليكو كثير كثير يا سوسو يا زعرور زعرور تعال معاي وين يا بابا شو وين دك توديني تعال معاي ولا تكثر اسئله انا الان رح اخذ يعني خيار اي شي كثير كثير خطير تعال معاي يا زعرور تعال معاي يا سوسي ايش ساير يا احمد يلا خليني انا الان اتقدام افتح البواب هاي سوسي تفضلي ليش ليش يا احمد يعني انا بدي اساعدك سوسي هاي عملية جدا جدا خطيرة وانا ما بحب اني اخلي حياتك بخطر يا والي سوسي ارجع الى الخلف يا والي طيب مثل هيك بابا انا ادي اساعدك بدي اساعدك يعني بدي اساعدك زعرور انا اسف بس انا مجبور عشان اسوي هذه الشغلة بخاف عليك انت وسوس من الهواء تفضل يا بابا بساعدك يا بابا بساعدك يا بابا مع السلام يا بابا يمكن اي اخر مرة بشوفك في حياتي نعم يا زعرور اذا صار في اي اشي انت رح تتكفل بحياة امك سوسي بالكامل انت رجل هذا الكوكب ماشي يا بابا انا رحكم نقدم مسئولية ورح اساعد الجميع يلا يا زعرور الى اللقاء الان انا رح اروح ورح اخاطر بحياتي لاجل كوكبي لانه الان صار في خطر كبير جدا جدا على هذا الكوكب خليني انا الان انقض وانطلق على كوكبهم واسوي التدبير الذاتي هيا بنا يا سلام يا سلام وانا سوف يتم تدمير احمد البطل وسوس البطلة وزعرور البطلة بالتأكيد بالتأكيد اليوم رح تشوفوا موت احمد البطلة هكرنا جميع اسلحتو جميع اجهزتو واحنا الان منقدر نسوي التدبير الذاتي لكوكب احمد البطلة انا علي فقط اني اجلس على جهاز الحاسوب الي موجود هون وانت الان اذا بتكبس الكبس الحمراء اللي موجود في لوحة المفاتيح هاي الكبسي نعم يتم تدمير كم كوكب احمد البطل بالكامل يالله اذا العد التنازل تسة تمانية سبا ستة خمس اربعة ثلاثة اثنان واحد انتظروا احمد البطل قادم سوف يضحي بحياته وابوم وامثل ما انت شايفين راح ادمر هذا الكوكب بالكامل اوغغ متل ما انت شايفين انا لازم ان اتحمل المصاعب لازم ادمر هذا الحاسوب بالكامل انا بضحي بنفسي بضحي بحياتي لاجلك يا سوسي ولاجلك يا عائلتي عائلة احمد البطل اوغغ خلينا اهرب يا ويلي هرب المخترع لكن انا بدي افجر هذا الحاسوب تفجير اوغغ كل تفجيرها بتنقص من دم الكثير لكن انا راح احاول راح ادمر هذا العالم تدمير شوفوا كيف الكوكب اصبح الكوكب اصبح متفجر بالكامل جهاز الحاسوب والفارة ولوحة المفاتيح انا الان راح ادمرهم وافجرهم اخ يا ويلي انا بتدمج كمان يلا متل ما انت شايفين بوم بوم يلا على الحاسوب على الكمبيوتر متل ما انت شايفين بوم 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 اه يا ويلي شو اللي صار شو اللي صار ايش ان اللي شفته لا يا ربي احمد زودي بدلتي معطلة انا رح اتفجر لا يا ربي شو اللي رح يصير فيه ساعدوني ساعدوني اخ نفذت طاقتي بالكامل اخ يا ماما يا ماما بابا في خطر بابا في خطر لازم نساعده بسرعة بسرعة يا ويلي احمد احمد هاي يا سوسي يا زعرور شكله اليوم هو اخر يوم في حياتي انا خاطرت بحياتي من اجل كوكبنا ومن اجل القضاء على الاشرار وانتو رح تكملوا رحلتي رحلة احمد البطالة يا بابا ياشي بتحكي انت انت بطل الابطال ما في عد غيرك رح يجعل هذا العالم بطل مثلك لا يا زعرور انت بطل مثلي انا 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 بوعد لا بابا بابا احمد البطال لا تتركنا بترشاك كلكوني سيتوني واحمد البطال انا مش مصدق انه بحياتي شفته بيموت يلا يا حلوين انتو رح تموتوا بابا حكالنا انه ندمر كل شرير منشوفه واحنا رح ندمرك تدمير تعالوا لهون اوهو تعال لهون انت رح تموت اوه ياويني ضربني ضربني انا رح حاول انه ادمره خد لك هاي احنا رح نكون مثل احمد البطال حتى اقوى منه لانه احنا الان بدنا ننتقم منك يا شرير يا مبرمج شرير خد يا انتي اي يلا دمري يا زعرور يلا يا ماما انا جالس انا بدأ بحاول انه ادمر فيه يا ويري خلينا انا بدأ انسحب بدأ بدأ انسحب بدأ انسحب خلينا انا اجي من هذا المكان مثل ما انت شايفين وبدأ اجي انا من هون يا سلام وابا مثل هيك وبعدها بفاجئهما يا ماما يلا دمر يوم ايوه اي سوسي اي يا ويلي دربني طلقات كثير يا زعرور ما عاش اللي بدأ يطلق ماما ضربات كثير كثير انا رح ادمرك تدمير يا ويلي شو اللي جالس بصير اوه متل اي خدلك اي 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 يا ويلي زعرور زعرور انساب انا رح ادمرك يا شرير اه يا ويلي اه صوت بابا بابا ساعدني يا ويلي شو اللي جالس بصير شو اللي سا جالس بصير رح ادمرك تدمير خذي هاي لا 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 اوه بام 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 دمرت عائلة احمد البطل بالكامل احمد البطل لا يموت رح افرد شو اوه لهذا الشرير ومثلك يا ويلي آه تم التدمير مثل ما انت شايفين قتلته له الشرير المختلع يا سوسي وينك يا سوسي يا ويلي أحمده يا ويلي انت قتلته وينه وينه تم التدمير اي اي يا ويلي انا تكسرت تكسرت وينك يا زعرور بدنا نجتمع احنا الثلاثة مثل البداية رح تكون النهاية يا سلام يا بابا قضيت عليه نعم كيف فكت صرت انت معافة لانه احمد البطل عنده قدرات خارقة مش موجودة عند الابطال الخارقين الثانين يا سلام مرحى مرحى ياي احمد البطل في كل مكان